أبدأ معك أعميد من هذا التطور الخطير وتفاصيله وكيف يبدو المشهد الآن المشهد الآن أن المواطنون في مخيم جنين يعيشون حالة تأهب والمقاتلون كذلك حالة تأهب وانتظار لما يمكن أن ينتج عن ردود فعل من جيش الاحتلال الإسرائيلي وعادة ما تكون ردود فعل انتقامية تجاه مخيم جنين والأهالي في هذا المخيم ما حصل أن قوات خاصة إسرائيلية وصلت عند ساعات منتصف الليل إلى أطراف مخيم جنين واعتقلت ثمانية مواطنين من بينهم قيادات سياسية في مخيم جنين بعد ذلك تبعتها تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة خرجت من حاجز الجلمة باتجاه سهل مرج بن عامر شمال مدينة جنين وهناك حصلت العملية تفجير عبوتين ناسفتين شديدتي الانفجار تبعدان عن بعضهم البعض مزروعتان على عمق في تراب هذا السهل وتبعدان عن بعضهم البعض خمسة أمطار فقط فجرت كتيبة جنين هاتين العبوتين ما أسفر عن مقتل ضابط إسرائيل وإصابة ستة عشر آخرين بجروح من بينهم إصابة خطيرة هذه العملية يفسر أهالي مخيم جنين والمقاتلين في مخيم جنين أنها عطلت اقتحاما واسعا لمخيم جنين لأن من قتل في هذه العملية هو قائد فرق القناصة وربما من أصيبوا كذلك هم من فرق القناصة لذلك يمكن قول أن الاقتحام الذي نفذ بالأمس لمدينة جنين ومخيمها ولأول مرة لا يكون هناك إصابات سوى إصابة واحدة بشظايا الرصاص لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينشر الخناصة على أسطح البنايات العالية كما يفعل في كل اقتحام وفي كل اقتحام يسقط عدد كبير من الشهداء في هذا المخيم لأن الأمر خلال ساعة الفجر كان مختلفا بعد تفجير هذه العبوات الناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية وقتل وإصابة من فيها هذا العدد الأكبر من المصابين منذ عشرين عاما في عملية واحدة تنفذها المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين ويشهد المخيم الآن حالة من التأهب خشية من اقتحام إسرائيلي أو من تنفيذ عمليات من الجو وهذا ما حذر منه محافظ جنين في تصريحات التلفزيون العربي أن هناك تهديدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع في مخيم جنين من الجو واستخدام سلاح الطيران في الجنين هذا ما قاله محافظ جنين للتلفزيون العربي والذي قال أيضا أن هناك معلومات أن الحكومة الإسرائيلية ستضع موضوع مدينة جنين على الطاولة في اجتماعها لبحث ما الذي يمكن أن تفعله في جنين هذه المعلومات التي تصل للسلطة الفلسطينية حالة من الانتظار حالة من الترقب وقناعة لدى الناس هنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ انتقاما بعد هذه ترجمة نانسي قنقر